مرحبا موليد برش الدلو معكم كارمي شماس كيف بدي يكون الأسبوع الثالث من شهر أدار مارس يعني من الثانين خمستاش للأحد واحد وعشرين أدار مارس شوفي عنا بهيدا الأسبوع الحدث الأهم هو تغيير الفصول انتقال الشمس من برش الحوت لبرش الحمل يعني بداية فصل الربيع يوم السبت عشرين أدار مارس بتمام الساعة عشر إلى تلت صباح توقيت العالمي يعني 12 إلى تلت الظهر توقيت بيروت يعني ساعة 9 إلى تلت المساء توقيت سدني بيبلش فصل الربيع حسب هيدا المناطق بالعالم ويلعب يتبعني من القارة الأمريكية من صباح السبت من الصباح بيكون بلش عندهم فصل الربيع عشرين أدار مارس شوفي عنا إذن بهيدا الأسبوع الشمس رح بتضل معنا ببرش الحوت بيت المال التانين خمستاش أدار مارس الأمر ببرش الحمل تلتة 16 أدار مارس أمر ببرش الحمل حتى الساعة وحدة الظهر فترة وجود الأمر ببرش الحمل هي فترة بالنسبة للكون رح بتكون فترة كتير فيها حكي تلفونات اتصالات وكله مساومات فلين ادفع فلين جيب فلين في علاق فتورة فلين في امتحان في علامات في جمع في طرح في كتير من الحسابات هالحسابات فيها تكون متنوعة لما بحكي عن حسابات لما بحكي عن مفاوضات التسويات مش بالضرورة تكون مفاوضات سياسية مفاوضات عائلية بين الخي وإخته وبين الأولاد وأهلهم يعني مع شخص حدا عنده تصليحات عم بتزبطه مع البانك مع شو ما كان مع الأساتذي انتبهوا للمصاري المصاري بتروح منكم أو عم بتحاولوا انكم تربحوا لأنه معقول يكون فيه عنكم ربح إذا أنتم من المحصوصين التالتة ساعة وحدة الظهر ثوقيت بيروت الأمر بيروح لبرج الثور الأربع الأمر ببرج الثور الخميس الأمر ببرج الثور يعني البيت الرابع فترة وجوه الأمر ببرج الثور تخلق عنكم نوع من جو جو سبيسيال لحتى أنتم تكونوا مريحين حالكم وحطين حالكم بجو هادي وراي من المستحسن أنه ما يكون فيه خلاف ما يكون فيه ضجة لأنه هو هيك نوعية الوقت نوعية الوقت دايما بالنسبة للكم لما الأمر بيكون ببرج الثور لازم تعرفوا أنه لازم تكونوا رايقين لازم يكون فيه عنكم comfort zone هلأ مش ضرورة بقصد تكونوا عادين بالبيت يمكن بالشغل يمكن مسافرين يمكن بالمطار يمكن بترين ستيشن وين ما كنتوا لكنتوا بالمول شو ما كنتوا عم تعملوا كل ما يكون الأمر ببرج الثور لازم تاخدوا على الاعتبار أنه لازم تكونوا عاملين حساب أنه فيه مطرح ترتاحوا فيه وبحاجة لا ترتاحوا فيه لحتى تروقوا لحتى أنتم تروقوا حالكم فيه يكون تقلبات مزاجية بسبب يمكن أشخاص بيخلوكم أنتم نوعا ما بيخربط لكم مزاجكم فيه يكون مين ما كان شخص قريب شخص غريب شخص بتحبوه شخص ما بتحبوه فيه يكون شو ما كان لكن من ناحية تانية فيه يكون كمان جو حلو للتعارف للألفة ومحبة حسب أنتم كيف تاخدوها إجمالا التأثيرات الفلاكية مفروض تكون جيدة مش بالضرورة ننفعل أصلا ما لازم ننفعل إذن فعلنا هي اللي حتى نتعلم أنه ما ننفعل المرة التانية هناك بعض المصاريف يلي بتروح وبتجي وقال علاقة بكل هالأمور المنزل شرائي البيع ومساعدة الآخرين الجمعة والسبت والأحد حتى الساعة 2 و3 بعض الظهر توقيت بيروت هي أجمل فترة بالنسبة للكون وأحلى فترة هي الفترة اللي فيها الأمر ببرش هوائي يلي بيفتحها للكون بتنبسطوا بتنشرحوا فيه إنشاء راح فيه طمأنينة فيه فيه راحة فيه حظ وفيه تفاؤل وتقريبا اللي بتشتغلوا عليه بتحصلوا عليه وأجمل فترة برأيي أحلى فترة وأقوى فترة بهذا الأسبوع هي من السبت الساعة 10 إلى 3 التوقيت العالمي صباحا حتى الأحد 21 أدار مارس 12 و3 الظهر توقيت عالمي برجع بكررة توقيت بيروت من السبت الساعة 12 إلى 3 ظهرا توقيت بيروت حتى الأحد 12 الظهر توقيت بيروت أجمل فترة بكل هالأسبوع هلا الأحد ساعة 2 و3 الظهر توقيت بيروت بيروت بروح الأمر لبرش السرطان أوكي ما فيها الأدة مساعدة لكن دخلته بفترة تسهيل للأمور شغل اللي عم يشتغل نهار أحد فيه بلدين عنده شغل فيه بلدين ما عنده شغل عطلة بقلكم أنه الأحد راح بيكون نهار طويل خاصة بعض الظهر والمساء المواليد الأكثر حظا تسع عشر وواحد عشر شباط فبراير هاي هي المواليد الأكثر حظا الأكثر تعبا تلاتين وواحد وثلاتين كنون التاني يناير هاي هي المواليد الأكثر تعبا وبدأ تنتبه من المشاكل فبتمنى لكم أسبوع كتير حلو أسبوع ناجح على أمل أنه نجعل تقيم على الأبراج اليومية شكرا لكم شكرا إذا فيو شارد فيديو مع أصحابكم فبتمنى لكم إذن أيام حلوة أوقات سعيدة وإلى اللقاء باي باي